عارفين احنا بأن فترة كنا بنتكلم على مسألة الأوضاع الاقتصادية في مصر ومركز مصر الاقتصادي أمام الاقتصاديات أو الاقتصادات الكبرى في العالم ووضعنا اقتصاديا هل هو مطمئن ولا لقدر الله غير مطمئن هل هو الوضع الاقتصادي ومعدلات النمو بتاعتنا مبشرة ونامية ومستمرة في النمو ولا لأ كنا بنتكلم على المصطلحات بتاعت الاقتصاد القوي المتين مش بس المستقر بل والمتزايد في نموه صعودا إلى آخره طيب حتى يمكن كان النهاردة الصبح كنت بتكلم أو كنا بنتكلم يعني على أنه الأسعار بتاعت العملات الأجنبية في مقابل الدولار مستقرة بقالها شوية عشان موضوع الكورونا فأنا قلت يا سلام لما أشوف كده الأرقام بتاعت العملات دي تبدأ تنخفض وحدة وحدة وبعد ينسكت كده مع نفسي لسه ما كنتش لسه قريت بقى إيه الإنفو جراف اللي هنتكلم فيه دلوقتي فقالت لما أنا أعتقد يا جماعة بعد شهر سبعة هنشوف انخفاضات ما فزملائي وأصدقائي قالوا لي ليه قلت لهم علشان خاطر هنبقى أنهينا العمل المالي وبالتالي هيبقى فيه عندي موازنة كده زريفة لطيفة فيها كل الأرقام وبالتالي هنقدر ساعتها نشوف معدل النمو بتاعنا وصل لحد كان في نهاية العمل المالي ومن ثم مين عارف يمكن ربنا يكرمنا ونلاقي المركز بتاع الجنيه قاعد عمل بيرتفع يعني سبحان الله بقى الرزق جي لك لحد عندك فينشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريره النهاردة عن ايه اقولك بيتضمن التقرير بتاع المركز الإعلامي المجلس الوزراء انفو جراف لطيف جدا ممتلق بالمعلومات الحلوة حطها لي هنا هون اه بتسلط الدوق على جهود مصر لدخول أكبر قائمة موردي الغاز فين؟ في العالم والله بصة سيدي الغاز الطبيعي رحلة مصر من العجز والاستيراد إلى الاكتفاء الذاتي والتصدير عندنا عجز الله انت بتجري ليه طيب وصبر يا عم يا طا ها ارجوك ارجع بس لسلايد الاولانية واحدة واحدة ده احنا ملحقناش يا طا مصر احنا نرجع سلايد الاولانية تانية جماعا مصر في فترة من الفترات كان عندها عجز وبتستورد وبعد كده بسبب كل ما تم في شرق المتوسط الاولانية بعد اذنكو اه كل ما تم في شرق المتوسط واللي خليني هنا لازم افكرك بس بحاجة مهمة وقت ما مصر بدأت تشتغل على موضوع شرق المتوسط والاكتشافات اللي هناك والاتفاقات اللي اتعاملت والترسيم الحدود الاقتصادية انا عايزك تفتكر كويس قوي الاخوان تناولوا ده ازاي وصحفتهم واعلامهم تناولوا ده ازاي اوعى تنسى اوعى وقتها تقال ايه ايه كلام فقاعت مفيش حاجة ده كده مصر هتضطر تخش حروب ده كده مصر هتخسر ده كده مصر هتقل كل ما هو سلبي صالوا وجالوا فيه مش يوم ولا اثنين ولا اسبوع ولا عشرة صالوا وجالوا فيه شهور كل يوم عدت السنين ومصر اكتفت ذاتيا وبعدين بقت مصدرة بص بقى بريتش بيتروليوم بي بي هم اللي بيقولوا مش مصر الشركة الانجليزية الاشهر تحتل مصر المركز الاربعتاشر عالميا والخامس اقليميا والثاني افريقيا في انتاج الغاز في عشرين عشرين طيب بندل مين بقى الغاز اوروبا على رأس الاسواق المستهلكة للغاز اربعتاشر واثنين من عشرة خد بالك في المية هم مناصيب اوروبا من استهلاك الغاز الطبيعي من اجمالي العالم بوقع قد ايه خمسمية واحد واربعين مليار متر مكعب سنة عشرين وعشرين منظومة الاقطار العربية المصدرة للبترول خد بالك التراجع الحاد في الانتاج الاوروبي من الغاز الطبيعي خلال الفترة من تسعتاشر لخمسين ده هيعمل ايه؟ هيزود من درجة اعتماد السوق الاوروبي على واردات الغاز الطبيعي من الخارج لتلبية الطلب المستقبلي ماشي؟ اوكي تعالي بقى ناخد اللي بعدها اللي انتو شفتوه ده قدام حضراتكم شايف حتى هتلاقي مصر من وراء قدامك باللون الاصفر الله راحت؟ طيب خلاص مش مشكلة مهم يعني ده عن بريتش بيتروليوم خلنوا بس نصغر السلايد دي عشان اعرف هشوفها لانها كبيرة جدا اكتر من اللازم يعني مش هشوف اللي على الشاشة يا طه والله يعني انا كبرت يا جماعة عايز يعني الفت نظر زملائي ان انا بقيت 47 سنة فما بقيتش هشوف من بعيد اوي للدرجة دي يعني انا عندي بعض نظر بس وعيد ما لدي كان مبارح اه قلت والله يا طه طيب مصر في طريقها لدخول قائمة اكبر موردي الغاز المسال حلو؟ للأسواق الكبرى المستهلكة للغاز هرجعك على كلمة الغاز المسال بعد اذنك عزيزي المشاهد عزيزاتي المشاهد انا متذكر كويس وقت ما بدأنا نعمل مجمعات تسييل الغاز في مصر المجمعات العملاقة المجمعات العالمية خد بالك وانا بكلمك بصوا بقى البادي لانجوش حاطت ايدي كده في وسطي ليه بقى؟ مانا بتبرمج في الكلام مش كيوسف كمصر مواطن وفرحان يا اخي وقتها وقتها قال لك اه اتحكوا على نفسهم ده بيتحكوا على الشعب ده مش عارف ايه الريس وقتها قال احنا جبنا جون لو تفتكر قال احنا جبنا جون بالمجمعات العملاقة اللي اتعملت بص يا مولانا بقى الغاز المسال مصر في طريقها لدخول قائمة اكبر موردي الغاز المسال للأسواق الكبرى المستهلكة للغاز يعني ايه؟ احنا حققنا الاكتفاء الزاتي بتاعنا في سبتنبر عشرين تمنتاشر مصر تعود للخريطة العالمية لتصدير الغاز الطبيعي والمسال مصر بقى بص هنا شكل الانتاج بتاعنا كان عامل ازاي اتناشر احنا كنا واحد وستين وثلاثة من عشرة انخفضنا في تلتاشر لتمانية وخمسين اربعتاشر اه اسف لتنين وخمسين اربعتاشر اتنين وخمسين خمستاشر مصر تتحول الى مستورد للغاز الطبيعي فيبقى فيه عندي ديفست عندي عجز في الغاز والكيرف يبدأ ينزل 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 يرتفع في الفين وسبعتاشر الفين وطمنتاشر بدء تشغيل حقل ظهر لانتاج الغاز الطبيعي فيقفز الانتاج المصري ما شاء الله بهذا الشكل ستة وستين واحد من عشرة بعد كده عندنا تلاتة وستين واثنين من عشرة نوصل لستة وستين اتنين من عشرة اللي هو عشرين واحد وعشرين هتقول ليه طيب ليه تلاتة وستين واثنين من عشرة في تسعتاشر عشرين لانه بطبيعة الحال كان في حاجة تخيل اسمها كورونا حصلت في عشرين عشرين ان كنت تتذكر وبالتالي لما حصلت الكورونا فالمصانع خفضت انتاجها وبالتالي خفضت استهلاكها من الطاقة وبالتالي بقى حجم الاستراد بيقل ده مش من عندي انا في التمام اللي عاوز الحاجة موجودة جماعة تفضلوا ان كنتم تتذكروا فجينا في عشرين واحد وعشرين بالرغم ان فضلت الكورونا لكن بدأت المصانع تتعافى بدأت اوروبا تبدأ فيه اتخاذ اجراءات للتعافي الاقتصادي فبدأت المصانع واظن الكل اللي عارف الكلام ده ده مش اخترعنا ترفع تاني من معدلات الانتاج بتاعتها وبالتالي تطلب غاز اكتر فمصر قالت اهلا وسهلا احنا جاهزين تعالى بعد اذن حضرتك نشوف السلايد اللي بعد دي في هذا الانفوغراف الرائع تعالى بقى نشوف جهود مصر الدولية علشان تحط نفسها على الخريطة العالمية لتداول الغاز واحد ترسيم الحدود البحرية للتوسع في عمليات الاستكشاف مع عن حقول الغاز الطبيعي في سبتمبر عملنا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع ابروس ده سبتمبر 14 بعد كده جينا في ابريل 16 توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية كويس وده طبعا اللي ادالنا الفرصة ان احنا نبدأ في مزاولة نشاط البحث عن البترول والغاز في هذه المنطقة البكر الوعيدة في اغسطس عشرين عشرين عملنا الاتفاقية بتاعتنا مع اليونان طيب كان فيه بقى حاجة مهمة جدا وبالمناسبة دي كانت اضافة عظيمة اقتصاديا وسياسيا لمصر وهي تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط في اكتوبر 2018 مصر طلعت فكرة اسمها انشاء منتدى غاز شرق المتوسط وده خلال قمة جزيرة كريت ما بين زعماء مصر وابرس واليونان سبع دول اعضاء مؤسسين المنظمة مصر اليونان وابرس فلسطين اسرائيل الاردن ايطاليا وانضمت لينا فرنسا فيما بعد ذلك حلو عندنا ثلاث دول مراقبة وهي او ثلاث جهات مراقبة لانها مش بالضرور تكون دول عندنا الولايات المتحدة الامريكية الاتحاد الاوروبي بال27 دولة البنك الاوروبي ثلاث مراقبين عدي سنتين او اقل قليلا يعني 23 شهر سبتمبر 2020 تم توقيع ميثاق هذا المنتدى اللي هو منتدى غاز شرق المتوسط ودخوله حيز التنفيذ في مارس 21 ان كنتم تتذكرون ودينا بنفكركم بمقتدى يصبح منظمة دولية على مستوى الحكومات حكومية وتصبح هذه المنظمة هي مظلة التعاون والتكامل الاقليمي عشان تقدر تستغل موارد الغاز اللي بتزخر بيها منطقة شرق البحر الابيض المتوسط وبالتالي نقدر نحصل على اعلى اعلى تحقيق للمصالح او اقصى تحقيق للمصالحنا في هذه المنطقة تعالى ننتقل للي بعده هم كلهم سبعة سلايز بالنسبة حتى في مرة ثلاثة صح اربعة ازاي مصر بقى اتحولت من دولة عندها عجز الى دا ومستوردة بطبيعة الحال الى دولة مصدرة للغاز والغاز المسال لمختلف الاسواق العالمية ناخدها واحدة واحدة طبعا في عملية تكسيف لعمليات البحث وتنمية حقول الغاز الطبيعي حلو التكلفة الاستثمارية لتنفيذ 30 مشروع لتنمية حقول الغاز من يوليو 2014 فور تولي الرئيس حتى سبتمبر 2021 514 مليار طيب تعال في 73 مليار هم القدرة الانتاجية الحالية لمصر من الغاز الطبيعي سنويا بفضل ايه بفضل الكشوفات الجديدة اللي بدأناها في 2014 طيب بص بقى 28 مليار متر مكعب 73 مليار متر مكعب دول بمناسبة مش جينيه عشان باستقى فاهم طيب 28 مليار متر مكعب قدرة انتاجية سنوية لمشروع تنمية حقل ظهر 8 من 10 مليار متر مكعب حقل ريفين 4 و 6 من 10 مليار متر مكعب قدرة انتاجية لحقل نورس تعال بقى نشوف الغاز المسال 12 مليون طن سنويا اجمال قدرة الانتاجية لمصنعي الاسالة بادكو وضمياط الى العال بتاعت الاخوان والعيال او الناس او المجمو سميها الكيانات اللي كانت طول الوقت ما عندهاش حاجة في حياتها شغلاها غير انها تروج الغي والكذب والتدليس والتزييف عن مصر وتفقدك ثقتك بنفسك وانا بقولك ليه افتكر الايام دي كويس علشان لما باجي اقولك دلوقتي او اتصدق الناس ارجع الورا كده اللي هم قالوا طلع صح ولا كذب كذب واللي مصر قالته واشتغلت عليه طلع صح ولا لأ صح 12 مليون طن سنويا اجمالي القدرة الانتاجية لمصنعي الاسالة اللي في اتكو وفده مياط 21 اسف مارس 2021 مصر قامت بتصدير اول شحنة مصنع ضميات بعد 8 سنين توقف يا مؤمن طيب 123 و3 من 10 في المية نسبة زيادة صادرات الغاز المسال تضعف تصادرات الغاز المسال بسبب عودة مصنع ضميات للتصدير بعد توقف الثمان سنوات اللي قلناه لكو وفاكرين كويس جدا تاني الرئيس لما قال احنا جبنا جون 3 مليون طن في 2013 نرتفع لستة وسبعة من عشرة مليون طن في 2021 شوف بقى فتح الاسواق دايما الشاطر يوجد اسواق جديدة فتم فتح اسواق جديدة امام الغاز المصري المسال 20 دولة استورادت الغاز المصري المسال من وقت اعادة التصدير اربع اسواق جديدة اضيفه تم افتتاحهم امام الغاز المصري المسال بنصدر لمين بنصدر لتركيا بنصدر لمين لكرواتيا بنصدر لباكستان بنصدر لبنجلاديش اللي بعده يا طه شفتوا بنصدر لمين ولا لا ماشي حلوة ماشي انا احب اللعبة الحلوة جدا وحبني لما لعب لعبة حلو مصر احنا قلنا الحلوة دي خريطة بقى تصدير الغاز الطبيعي والمسال ابرز الاسواق العالمية خلال السنوات التلاتة الاخر شايف البلد الحلوة دي التي تتوسط العالم دي تستاهل مننا كده ايه بوسا مصر بقى شايف الخطوط دي كلها انت فين الصين ماشي الهند ماشي انت قعد شغل تركيا زي ما كنت بقولك فرنسا ايطاليا اسبانيا وهكذا شوف بقى عندك مثلا احنا مع ابرس جالي تنفيذ مشروع مشترك انا هرجع اقف مكاني ثاني عشان النور انا عارف اهو بالزبط مع ابرس احنا عندنا جالي تنفيذ مشروع مشترك لاعادة التصدير من ابرس لمصر طيب عندنا 380 كيلو متر ده طول الخط اللي بيتعمل او اللي احنا في اطار انشاؤه من ابرس وحتى مصنع الاسالة في ايدكو يعني الغاز الابروس يجي على مصنع ايدكو نعمل الغاز نحاوله الى غاز مسال من حالة الغاز الى الحالة السائلة ثم يعاد التصدير مرة تانية من مصر قيمة مضافة فلوس يا مولانا 8 دول يمكنها الاستفادة من عملية تصدير الغاز المصري لاوروبا وبخصوص شقيقتنا رائعة الجمال لبنان جاري حاليا اجراء استئناف تصدير الغاز الطبيعي سلايد رقم 6 ماشي اشكرك طيب دي الخريطة كده كلها كاملة اولاد كاملة اولاد اوكي نظرة دولية عن دور مصر كلاعب اقليمي لتداول الغاز برنامج التساع اللي هيقول لا يلسف اللي هيقول لا برنامج مصري جورنال مصري جهات اقتصادية ومالية وبيترولية ومصرية لا والله تعال اقولهم لك كده في السريع منظمة الاقتار العربية المصدرة للبترول فيتش بلومبرج ستاندرد امبورز الوكالة الدولية للطاقة كل واحد فيهم قال ايه منظمة الاقتار العربية المصدرة للبترول بتقول من المتوقع ان تعزز مصر من صادرات الغاز المسال في ضوء اعادة تشغيل محطة الاسالة في ضميات بعد توقف الثمان سنين فيتش قالت الاتي فيتش قالت بعد ان كانت مستوردة للغاز ده اللي هو احنا مصر يعني عادت مصر الى وضع المصدر في عام 2019 ومن المتوقع ان يكون عام 2022 عام الذروة لانتاج الغاز الطبيعي في مصر ان شاء الله يعني هيفضل كل عام نتحدى به العام اللي قبله بإذن الله بلومبرج بتقول ستنتعش الصادرات المصرية من الغاز المسال بفضل اعادة تشغيل محط الضميات لإسالة الغاز والتي ستساعد مصر في ان تصبح مركزا للتصدير الى اوروبا ده بلومبرج ستاندرد امبورز بتقول منحت عودة تشغيل مصنع ضميات منفذا اضافيا لتصدير الغاز المصري حيث تتطلع مصر الى تحقيق اقصى استفادة من فائد الغاز الذي تحقق خلال الفترة الماضية بفضل اكتشافات الغاز الاخيرة الوكالة الدولية للطاقة بتقول مصر تاني اكبر مساهم في نمو صادرات الغاز المسال على مستوى العالم نستحق التصفيق الحاد في مصر مش كده ولا ايه طيب بالفترة من يناير الى اغسطس عشرين واحد وعشرين كما حققت مصر الزيادة في صادرات الغاز المسال وذلك مع عودة مصنع ضمياط للعمل اللي ما كانش عاجب اللي قالونا انتم بتهزروا بتحكوا عن الناس بلاس فقاعت بلاس مش عارف ايه رئيس الجمهورية قال احنا جبنا جون بقعدة فتحة مصنع ضمياط مرة تاني وتطويره عارفت مصر بتعمل ايه اخيرا في هذا الانفو جراف اللي بنشكر عليه المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء بنكمل بقية النظرة الدولية حول دور مصر كلعب اقليمي لتداول الغاز مين اللي بيقول تاني منظمة الاقتراء العربية ومين تاني المونيتر ومين تاني الايكونوميست مين كمان رويترز مين تاني معهد الشرق الاوسط وحدة وحدة بقى هاتلي منظمة الاقتراء العربية بتقول ساهم ارتفاع اسعار الغاز الطبيعي المسال عالميا في معاودة تصدير مصر من محطة ايدكو حيث نجحت في تصدير عدة شحنات للسوق الاوروبي والاسيوي مستفيدة من ظروف السوق المواتية الزكاء انت بتعرف اللي بيحصل ايه وتبدأ تشتغل على اساسه تستطلع الاخبار تفهم تستشرف الوضع وتعمل دراساتك وتجيب جون بص المانيتر ايلي ايه ايلي يعتبر استقناف تشغيل محطة اسالة الغاز بضميات لأول مرة من 8 سنين بالاضافة لصادرات محطة اسالة الغاز في ايدكو خطوة لتحويل مصر الى مركز اقليمي لتجارة وتداول الغاز حيث يتم استهداف قارتي اسيا الصين والهند والازي منه واوروبا الشمال السعيد طيب تعال نشوف معهد الشرق الاوسط بيقول ايه لسا اروح لكو الايكان مستوحدة واحدة تعد مصر حاليا المصدر العربي الاسرع نموا المصدر العربي الاسرع نموا ما شاء الله للغاز المسال بل وستصبح مصر خاتب لك من بلدي اه والله طالع من قلبي بل وستصبح مصر لاعبا رئيسيا ومنافسا بارزا في السوق العالمي كله أولوفا دا جلوب على هذا الكوكب للغاز المسال رويترز بيقولوا ادى النمو هتقول لي فين ايكونومست دي للاخر بقى ادى النمو السريع في امدادات الغاز الطبيعي مدعوما باكتشاف اكبر حقل في البحر المتوسط انا اتذكر برضو العيل بتاعت الاخوان لما قلنا ان دا اكبر حقل للغاز في البحر المتوسط قال له اي كلام مين اللي قال بيكذبوا عليكو بتحكوا عليكو ايوة ماشي رويترز حلوة رويترز بالنسبة للاخوان بيصدقوها بيحبوها ولا ايه ادى النمو السريع في امدادات الغاز الطبيعي مدعوما باكتشاف اكبر حقل في البحر المتوسط الى تحويل مصر من مستورد الى مصدر للغاز الطبيعي كما تأمل مصر بان تصبح حلقة وصل لتجارة الطاقة خد بالك بقى هنا من هذا المصطلح العظيم تجارة الطاقة مصر حلقة الوصل لتجارة الطاقة هي الهب هي المركز بين الشرق الاوسط وافريقيا واوروبا الايكونامس ديه الاخر عشان دايما انا اقول لك كده الايكونامس ديه اكبر مجلة اقتصادية في العالم بتقول ايه مصر واحدة من المصدرين العالميين القلائل للغاز المسال الذين زاد حجم مبيعاتهم خلال عشرين واحد وعشرين اولا كل شكر المركز الاعلامي اتابع لمجلس الوزراء شكرا لكل من امن بهذا البلد وبهذا الوطن وشكرا لكل اللي اشتغل شكرا للرئيس اللي وجه وكان عنده هذه الرؤية شكرا لكل الناس اللي اشتغلت عشان نوصل لهذا الشكل لهذا الوضع ان احنا يبقالنا مركز عالمي مرموق في وسط المصدرين الكبار للطاقة على مستوى العالم ان احنا في مصر نبقى مركز لتصدير وتجارة الطاقة في هذا العالم العظيم ما بين افريقيا والشاق الاوسط واوروبا فضل ايه تاني مصر بتصدر غاز لأسيا واوروبا وافريق ايه ده كل الشكر ربنا سبحانه وتعالى طيب